اشتركوا في القناة بأعيادها الوطنية احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم كما هنأ المجلس وأبناء البحرين بهذه المناسبة الوطنية مشيرا إلى أن مملكة البحرين تحتفل بأعيادها الوطنية وهي محاطة بإنجازات تحققت بسواعد أبنائها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ووجه المجلس الشكر والتقدير لكافة المؤسسات والشركات التي ساهمت وشاركت في موسم أعياد البحرين وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المباشرة في توزيع 6800 خدمة إسكانية كما أمر سموه بالشروع في تسليم الوحدات الإسكانية الجاهزة على المستفيدين منها بدءا من السادس عشر من ديسمبر الجاري وكلف سموه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك ثم استذكر المجلس بمناسبة يوم الشهيد ما قدمه شهداء الواجب المخلصين من تضحيات من أجل وطنهم وأمتهم سائلا الله عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبرار وأن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار بعد ذلك أشار المجلس إلى نتائج الدور الرابعة والأربعي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي رئيس وفد مملكة البحرين إليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه حرصا من جلالته على تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو المزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس ثم أشاد المجلس بالتنظيم المميز لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي سبعين فاصل ثلاثة البحرين التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله منوها بالجهود البارزة التي يبدلها السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين بعد ذلك نوه المجلس بنتائج المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السبراني الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأنابى سموه لافتتاحه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية مؤكدا حرص مملكة البحرين ودعمها لكافة الجهود لتعزيز التعاون الدولي في زيادة الوعي بالأمن السبراني وحماية البنى التحتية الرقمية ومواجهة التحديات والمخاطر الأمنية الإلكترونية بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية حول مقترح تطوير خمسمائة خدمة حكومية ضمن مبادرات تطوير الخدمات الحكومية وتشكيل فريق عمل في كل جهة حكومية يعنى بتنفيذ مقترحات التطوير بما يسهم في تعزيز جودتها ورفع كفاءتها مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول الزيادة العامة الثالثة في رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار واعتمان الصادرات مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتنظيم الخدمات المالية المشتركة بما يسهم في ضبط الرقابة وتحسين الأداء مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول انضمام مملكة البحرين لمبادرة مكافحة برامج الفدية وهي منصة لتبادل البيانات والمعلومات بين الدول الأعضاء من أجل استباقية الجاهزية للتهديدات والهجمات السبرانية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والمركز الوطني لعلوم الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مجال العلوم وتقنيات الفضاء بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن المقترحات المتعلقة بتطوير الإجراءات التنظيمية الخاصة بإقامة الفعاليات والمعارض ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في اجتماع المجلس الدولي للتمور والمعرض الدولي للتمور نتائج مؤتمر ومعرض المنام هيلت 2023 ومنتدى الصحة العربي الألماني الخامس عشر نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري حول التحضر وتغير المناخ خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 نتائج الدورة الوزارية التاسعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسك ترجمة نانسي قنقر